اشتركوا في القناة هو نواية بريئة ده بعد انا اشتغلته بعد سنتين انا ما كنتش بشتغل يعني فكان بالنسباجي برضو رحت ماضي الدور تاني في المسلسل ده وبعد شوية اتكلموني اروح اعمل الدور دور هودا فدور هودا حلو قريب قريب كان قريب قريب جديد كان فيه اكشن ما عملتش قبل كده الاكشن وبيتحول بقى خالص في الجزء الديه اللي رشحني بالدور ده هو قصير اسمارام اللبن بس صورنا تلاتين حلقة والجزء التانية يتصور امتى؟ المفروض انه نصوره من فترة بس فيه تعديل على الورق فالمفروض ايام الجاية نبدأ فيه لا اقرب يوم تصور انا عمش ما ليسا متحددش والله الايام اوه وعلي بريئة نسبة المشاهدة اوه انت شايف ان الموسيقى اللي بقى خارجوا بالرمضان بعجب تير زلم اوه انت شايف لا انا شايف عند المساسادة برا رمضان تشايف كويس جدا يعني نصيبي اسمتك تشايف كويس اوه ناوي بريئة تشاف اوه ونوايا بريئة تشاف بس كان كان يتعرض على قناع حصري اوه ف هينزل على التلفزيون و المسلسل حل فهل بريئة انه منها نزل بتشاف اعرف مشاهدة نوايا بريئة مشاهدة الاكشن دي انا انا برا رفش عرصة موسادة expected كنت أخذ وقت على ما أتعلمني لكن أساس أسنان أبو الله بصراحة عمل معي بلدوجه كان بيقف معي جدا وعشان المسالسة لداشتغ فيه ثلاث مخرجين كان سيف يوسف وصوم حمي وأساس أسنان أبو الله فكان ثلاثة مقتنزين جدا بصراحة مشاهد لجمعاتك مفردان 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 عابد فهد؟ عابد فهد أنا بصراحة كنت جاهلة شوية معرفش مشاهد لشعر ده كان أول مشهد ليه كان هو بيشد شعري فيه ما كنتش عرف إنه هو عابد فهد نجمة مهمة جدا جدا بورا فشوطر جدا جدا ومتواضع جدا وممكن يعيد المشهد كذا مرة برضو علشان إنف تطلع أحد فتبسطت أول بصراحة شوية معي أجمع تطلع أين كنت جاهزة إنه محامة جدا ومتوضعوا كنتي أخذ بيشد شكرا اشتركوا في القناة